لغة الجبر تكلمنا عن تعبير الجبرية تعرفنا على ما هو تعبير الجبري وعبرنا عن حجم المكعب بالتعبير الجبري وقلنا أن تعبير الجبري فيه قسمين القسم الأول يسمى الأمثال أو المعامل العددي والقسم الثاني يسمى القسم الحرفي ثم تعرفنا على الضرب وتوزيع الضرب أواشي نضرب الإشارات بعدها نضرب المعامل العددي بالمعامل العددي بعدها نضرب القسم الحرفي بالقسم الحرفي وأخذنا أيضا القسمة وقمنا بقسمة حد على حد حد جبري على حد جبري نقسم الإشارة على الإشارة ومن ثم المعامل العددي على المعامل العددي ومن ثم القسم الحرفي على القسم الحرفي ثم وصلنا إلى المطابقات التربعية الشهيرة بداية إذا أردت أن تزيد من جودة الفيديو إذا كان الفيديو عنده غير واضح انقر على شاشة فيخرج لك أيقونة في الزاوية اليسرى العليا وهي عبارة عن إشارة الضبط انقر على الضبط واختر جودة الفيديو واختار أنزل إلى جودة أعلى واختار 720 حتى تكون دقة الفيديو جيدة عندك إذا أنت تتحكم بموضوع دقة الفيديو لا تنسى تحضير كوب من مشروبك المفضل وتحضير الولقة والقلم حتى نثبت المعلومات ونستفيد الاستفادة الأمثل المطابقات التربعية الشهيرة أخذنا المطابقات التربعية الشهيرة عبارة عن ثلاث متطابقات المطابق الأولى إذن سوف أتكلم عن المطابقات التربعية الشهيرة بداية المطابقة الأولى تسمى مطابقة مربع المجموع إذن مربع المجموع ما هي هذه المطابقة؟ مربع المجموع عبارة عن إذا كان لديه مثلا A زاد B للتربع ونفرض أن لم أأخذ المطابقة إلى الآن كيف سأقوم بالنشر؟ سوف أقوم بنشر هذا الحد طبعا حد وحيد كيف أقوم بنشره؟ A زاد B للتربع مثل 6 للتربع تساوي 6 ضرب 6 X للتكعيب تساوي X ضرب X ضرب X Y قوة 2 تساوي Y ضرب Y وهكذا فهذا القوس لها التربع عبارة عن تكرار جذاء القوس مرتين A زاد B B A زاد B الخطوة التي تريها وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن توزيع توزيع الحدود A ضرب A A مربع زاد A ضرب B A B انتهينا من A انتقل إلى B B ضرب A هي B A أو A B الضرب عملية تبديلية كتبنا A B حتى نجمعها مع هذا الحد زاد B ضرب B B مربع وتساوي A مربع هذه هي A مربع زاد A B زاد A B كأنني أقول قلم زاد قلم X زاد X Y زاد Y 2Y 2X 2قلم 2A في B زاد B مربع وأستطيع باعتبارها نجمع عملية تبديلية أن أكتبها إما أتركها بهذا الشكل أو أكتبها A مربع زاد B مربع حتى تكون حفظها أسهل زاد 2A في B بهذا الشكل نكون قد استنتجنا المتطابقة الأولى وهي مربع المجموع إذن A زاد B لتربع ماذا نسمي A زاد B للتربيع نسميها مربع مربع المجموع مربع المجموع إذن مربع المجموع يساوي يساوي A للتربيع A هو الأول يعني مربع الأول مربع الأول زاد B للتربيع هو عبارة عن مربع الثاني زاد هذه زاد ضعفي مربع المجموع الثاني الثاني إذن مربع المجموع أصبحت الثاني أصبحت المطابقة الأولى هي أعبر من المربع المجموع مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعفي الأول في الثاني هذا بالنسبة إلى فك المطابقة الأولى ننتقل إلى المطابقة الثانية وتسمى مربع الفرق مربع الفرق كيف نستنتج تطابقة مربع الفرق مربع الفرق طبعا أنت غير مطالب بالاستنتاج خلاص بشكل مباشر إذا كان لديك أي زائد بالتربية عدد المجموعات لها التربية أقول مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعفي الأول في الثاني مناصة الطريقة تمامة بالنسبة إلى مربع الفرق إذا كان لدي A ناقص B للتربية ماذا تساوي قوس للتربية عبارة عن تكرار جداء القوس بنفسه مرتين A ناقص B A ناقص B ومن ثم أقوم بتوزيع الحدود A ضرب A A مربع A طبعا هنا إشارتها موجب موجب بسالب سالب A في B هي A في B انتهيت من A أنتقل إلى B وأوزعها على حدود القوس الثاني سالب بموجب سالب B في A هي نقصة B في A أو A في B سالب بسالب موجب بضرب B في B للتربية أستطيع أن أكتبها بهذا الشكل وتساوي A مربع لسولة الحفظ زائد B مربع ناقص قلم ناقص قلم خسرنا قلم خسرنا قلم خسرنا قلمين خسرنا A B خسرنا A B خسرنا 2 A في B فأقول أن A هذه A زائد B لأتربية هنا A ناقص B لأتربية ماذا نسمي هذه المطابقة؟ نسميها مربع الفرق مربع الفرق هنا ناقص فرق 2 تربية مربع الفرق إذن مربع الفرق ماذا يساوي؟ نلاحظ نفس المطابقة الأولى مربع الأول مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص إذا كان يدي زائد نضع زائد هنا زائد نضع زائد إذا كانت ناقص نضع ناقص ناقص ضعيفي ضعيفي الأول في الثاني هذا بالنسبة إلى المطابقة الثانية نأتي إلى المطابقة الثالثة تقول المطابقة الثالثة فرق مربعي حدين إذن أولا أولا مربع المجموع وهنا ثانيا مربع الفرق وثالثا فرق مربعي حدين أستطيع أن أقول فرق مربعي حدين سوف أخذ الطرف الثاني وأنتقى الطرف الأول ومثلما أقوم بي المطابقة يعني إذا كان لدي A زائد B مضروبة بA ناقص B ماذا تساوي؟ يلا نقوم بالجداء A ضرب A A مربع A ضرب ناقص B ناقص A في B زائد B موجب B موجب B ضرب A هي نفسها A في B وB ضرب B بي مربع والإشارة موجب بي سالب سالب بي مربع هنا لدي نظير جمعي عددين لهم نفس القيمة بإشارتين مختلفتين فالناتر صفر فيبقى لدي إذن كتبت الطرف الأول في البداية A مربع الطرف الأول سيطرف الثاني الطرف الثاني يساوي الطرف الأول A مربع ناقص B مربع تساوي جدا قوسين A زائد B في A ناقص B ماذا أسمي هذه المطابقة أسميها فرق مربعي حدين فرق مربعي حدين إذن فرق مربعي حدين يساوي إلى جداء قوسين الأول يحوي المجموع والثاني يحوي الفرق إذن يساوي إلى جداء قوسين الأول يحوي المجموع والثاني يحوي الفرق بهذا الشكل نكون قد استنتجنا أنت غير مطالب لا استنتاج أنت مباشر تدخل إلى المطابقة وتكتبها بشكل مباشر إذن أخذنا ثلاث مطابقات مطابقة الأولى مربع المجموع والمطابقة الثانية مربع الفرق والمطابقة الثالثة فرق مربع حده لا تنسى هذه المطابقات نظرا لأهميتها في الرياضيات طيب أنشر كل مما يلي سوف أكتب عدة تمارين وأقوم بالنشر وفقا للمطابقات السؤال أول تطبيق طبعا أنشر كل مما يلي X زاد خمسة للتربية X زاد خمسة للتربية طيب تساعد بشكل مباشر لدينا ما اسم هذه المطابقة مطابقة يعبر عن مربع المجموع مربع المجموع ماذا يساوي؟ تقول لي مربع الأول زاد مربع الثاني هنا زاد نضع زاد ضع في الأول في الثاني من هو الأول؟ الأول X من هو الثاني؟ خمسة إذن X خمسة X خمسة الخطوة التي تليها X للتربية هي X مربع زاد خمسة للتربية هي خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين زاد إثنان ضرب X ضرب خمسة إثنان ضرب خمسة إثنان ضرب خمسة عشرة ضرب X عشرة X طيب بهذا الشكل نكون قد نشرنا هذا الحد أصبح عبارة عن ثلاث حدود أيضاّ تطبيق آخر وهو إثنان X زاد الثلاثة Y للتربية إذن إثنان X زاد ثلاثة Y ماذا تساوي؟ ما هي هذه المطابقة؟ هل هي الأولى إم الثانية أو الثالثة؟ تقول لها المطابقة الأولى وهي عبر عن مربع المجموع مربع المجموع ماذا تساوي؟ مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضع في الأول في الثاني من هو الأول؟ الأول هو إثنان X والثاني ثلاثة Y الأول إثنان X الثاني ثلاثة Y إذن إثنان X ثلاثة Y إثنان X ثلاثة Y أتصار إثنان X للتربيع يمكن توزيع القوة على الجداء إثنان قوة إثنان أربعة X للتربيع X للتربيع زال ثلاثة Y للتربيع أيضا التربيع يمكن توزيعه على الجداء التربيع يمكن توزيعه على الجداء ويمكن توزيعه على القسمة ولا يمكن توزيعه على الجمع ولا يمكن توزيعه على الطرح ثلاثة للتربية تسعة Y للتربية زال اثنان ضرب اثنان اضرب المعاملات العددية ومن ثم اضرب القسم الحرفي اثنان ضرب اثنان اربعة ضرب ثلاثة اثنى عشر X ضرب Y X بY وهو المطلوب قمنا بالنشر بالتكثير حد واحد قمنا بجعله عبارة عن ثلاث حدود مثال اخر X ناقص سبعة للتربية X ناقص سبعة للتربية تقول لي هذه المطابقة طبعا هذه التطبيقات لاحظناها انها على المطابقة الاولى هذا المثال كان على المطابقة الاولى وهي مربع المجموع فك هذه المطابقة مربع الاول زائد مربع الثاني زائد ضعفين الاول في الثاني ننتقل الى تطبيقات مباشرة على المطابقة الثانية X ناقص سبعة للتربية هذه المطابقة الثانية مربع الفرق ما فك هذه المطابقة تقول لي فك هذه المطابقة مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص هنا ناقص نضع ناقص ضعيفين الأول في الثاني من هو الأول ومن هو الثاني الأول قبل الإشارة السالب والثاني بعد إشارة السالب يعني X و 7 X 7 X 7 وتساوي X التربية هي X مربع زائد 7 للتربية ديرباك تكتب 14 تضرب 7 ضرب 2 7 ضرب 7 7 ضرب 7 40 49 سالب هذه السالب 2 ضرب 7 14 ضرب X 14X بهذا الشكل نكون قد كتبنا هذا الحد عبارة عن ثلاث حدود وهذا نسميه نشر يعني النشر عبارة عن تكثير السؤال الذي يلي 2A ناقص ثلاثة للتربية 2A ناقص ثلاثة للتربية هذه المطابقة نسميها ماذا نسميها مربع الفرق مربع الفرق ما فك هذه المطابقة فكها مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعيفين الأول في الثاني الأقواص تفيدنا جدا حتى لا نقع بمطب الإشارات أو الخربطة الأول 2A والثاني ثلاثة 2A ثلاثة 2A ثلاثة 2A ثلاثة لاحظوا الأقواص تسهل لنا العملية بشكل كبير جدا 2A للتربية يمكن توزيع القوة على أجداء 2A للتربية 4A للتربية زاد 3A للتربية 3 ضرب 3 تسعة هذه السالب 2 ضرب 2 نضرب المعاملات العددية ومن ثم أضع القسم الحرفي 2 ضرب 2 أربعة ضرب 3 إثنى عشر ضرب A إثنى عشر بهذا الشكل لكم قد كتبنا هذا الحد عبارة عن ثلاث حدود هذه التطبيقات عبارة عن أمثلة على المتطابقة التربيعية الثانية وهي مربع الفرق فك هذه المتطابقة عبارة عن مربع الأول زاد مربع الثاني ناقص ضعفين الأول في الثاني ننتقل إلى تطبيق على المتطابقة الأخيرة إذن أمثلة على المتطابقة الأخيرة التي تقول فرق مربعي حده لنأخذ المثال الأول المثال الأول يقول انشر كل مما يلي انشر يعني يكثر الحدود انشر يعني يكثر الحدود المثال الأول X ناقص 5 بX زائد 5 إذن المثال الأول هو X ناقص 5 مضروبة بX زائد 5 ما تساوي نلاحظ هنا أنه لدي جداء قوسين قوسيح المجموعة وقوسيح الفرق نلاحظ أنه لدي جداء قوسين قوسيح المجموعة وقوسيح الفرق هذا الطرف الثاني نكتب الطرف الأول هو عبارة عن مربع الأول ناقص مربع الثاني أيضا نضع أقواس حتى لا نقع في إشكالية مربع الأول ناقص مربع الثاني إذن كتب لي الطرف الثاني نكتب له الطرف الأول من هو الأول ومن هو الثاني؟ X 5 X 5 نلاحظ أن نفس الترتيب X 5 X 5 معناته الأول هو X والثاني 5 إذن الأول هو X والثاني هو 5 هو تساوي X للتربيع X مربع ناقص 5 للتربيع عشرة خمسة وعشرين أكيد خمسة وعشرين لأن خمسة قوة اثنان ليست خمسة ضرب اثنان ولكنها خمسة ضرب خمسة وعشرين فالحد الوحيد أصبح يباره عن حدي نشرنا أو قمنا بتكثير الحدود المثال الأخير أو القبل الأخير هنا لدي A ناقص جذر الثلاث مضروبة بA زائد جذر الثلاث كم حد لدي هنا؟ لدي هنا حد وحيد إذن A ناقص جذر الثلاث بA زائد جذر الثلاث حد وحيد علي أن أنشر أي أكثر عدل الحدود لاستخدام مطابقات عبيعية الشهيرة أقول أن هنا لدي جداء قوسين جداء ضرب قوسين قوسح المجموع وقوسح الفرق فأأخذ مربع الأول ناقص مربع الثاني وتساوي من هو الأول؟ A جذر الثلاث A جذر الثلاث نجموع فرق فالأول هو A والثاني هو جذر الثلاث A جذر الثلاث A للتربية هي عبارة عن A مربع ناقص جذر الثلاث للتربية التربية يذهب الجذر يبقى لدي ثلاث بهذا الشكل أصبح لدي حدين وقمنا بالنشر أو بالتكثير أصبح لدي عدل حدود أكثر المثال الأخير في هذه الحالة وهو 2X ناقص ثلاث مضروب ب2X زاد ثلاث والمطلوب ما هو المطلوب؟ انشر إذن كل الأسئلة هنا انشر أي كسر عدد الحجود طبعا باستخدام مطابقات لدي هنا قوسين قوسح المجموع وقوسح الفرق أنا لدي المطابقة الثالثة مطابقة الثالثة عبارة عن مربع الأول ناقص مربع الثاني فرق مربعي حدين ما هم الحدين؟ 2X ثلاثة 2X ثلاثة فالأول هو 2X والثاني هو ثلاثة والثاوي 2X للتربيع التربيع يمكن أن توزع على الجداء يصعدين 2 قوة 2 4 بX للتربيع 4X للتربيع ناقص ثلاثة تربيع 9 ثلاثة تربيع هي عبارة عن 3 ضرب 3 9 إذن أخذنا هنا أمثلة تطبيقية على المتطابقة الثالثة وهي فرق مربعي حدين فك هذه المطابقة عبارة عن جداء حدين أو جداء قوسين قوس سحوي المجموع وقوس سحوي الفرق بهذا الشكل نكون قد أنهينا المطابقات التربيعية الشهيرة بشكل تفصيلي كأسنتاج ومن ثم كأمثلة تطبيقية على ذلك والسؤال هو هنا في هذه الحالة انشر وهنا انشر وهنا انشر ما معنى النشر؟ النشر والتحليل كلمتان متعاكستان وسؤال رئيسي بالامتحان النشر هو عبارة عن تكثير الحدود عن طريق فك الأقواس عن طريق الضرب أما بالنسبة إلى التحليل هو عبارة عن تقليل عدد الحدود وذلك عن طريق ماذا؟ في الحالة الأولى فك الأقواس هنا صناعة الأقواس أو بإخراج عمل مشترك إذن النشر عن طريق فك الأقواس والتحليل عن طريق صناعة الأقواس أو تركيب الأقواس بإخراج عمل مشترك بالنسبة للمجموعة الأولى من الأسئلة X زائد 5 للتربية مربع المجموع سؤال الثاني 2X زائد 3Y للتربية أيضا مربع المجموع هذه المطابقة الأولى وهي مربع المجموع مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعفي الأول في الثاني أما بالنسبة للمجموعة الثانية من التمارين عبارة عن X ناقص 7 للتربية مربع الفرق مربع الفرق 2A ناقص 3 للتربية تربيع وهنا سالة إذا مربع الفرق ما فك هذه من طابقة مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعفة الأول في الثاني لديك هنا x ناقص خمسة بx زائد خمسة a ناقص جذر الثلاث بa زائد جذر الثلاث واثنان x ناقص ثلاثة باثنان x زائد ثلاثة نلاحظ أن الأطراف هنا الأطراف الأول عبارة عن جذاء قوسين قوسيح المجموعة وقوسيح الفرق أما بالنسبة للأطراف الآخر فماذا سيكون سيكون الأطراف الآخر عبارة عن مربع الأول ناقص مربع الثاني بهذا الشكل قمنا بتوظيف المتطابقات تربعية الشهيرة في سؤال النشر إذا أتى في الامتحان والسؤال قلنا رئيسي يأتي إما انشر أو يأتي حلل بعد أن نهينا المتطابقات تربعية الشهيرة استنتاجا ومن ثم كعلاقة للحفظ ننتقل إلى فكرة مهمة وهي إزالة الجذر من المقام إذن يأتي السؤال في الامتحان أزل الجذر من المقام إزالة الجذر من المقام هنا لدي حالتين لإزالة الجذر من المقام أميز حالتين إذا كان في المقام جذر واحد فقط يعني جذر إذا كان في المقام جذر ماذا أعمل؟ أعمل أضرب بنفس الجذر أضرب الكسر يعني البسط والمقام أضرب البسط والمقام بنافس هذا الجذر بنافس الجذر طيب مثال حتى نثبت المعلمة نأخذ مثال وليكن لديه مثلا إثنان على جذر الثلاثة كيف أزيل جذر الثلاثة من المقام؟ هنا لدي في المقام جذر واحد وهو يعني جذر حد واحد وهو الجذر كيف أزيله؟ أقوم بضرب البسط والمقام البسط والمقام بجنس الجذر وداويها بالتي هي دائه أضرب البسط والمقام بنفس الجذر يصبح لديه إثنان ضرب جذر الثلاثة في البسط إثنان جذر الثلاثة خط كسر جذر الثلاثة في ملاحظة مهمة جدا في طلاب تكتب يساوي وتكتب البسط إثنان جذر الثلاثة ومن ثم تتضع خط الكسر ومن ثم تكتب المقام يعني يصبح لدينا درج نبدأ بالسطر على اليسار وننتقل إلى الطرف الآخر من الورقة أحب أن نكتب المساواة ونكتب خط الكسر بعدها وعبي البسط والمقام إذن بداية ماذا نضع خط الكسر جذر الثلاثة ضرب جذر الثلاثة عبر عن جذر الثلاثة التربيع التربيع يذهب الجذر فيصبح لديه إثنان جذر الثلاثة على ثلاثة وبهذا الشكل صارت العلاقة مبسطة أكثر يعني حلوة أكثر بدون جذر في المقام هذه بالنسبة للحالة الأولى ننتقل إلى الحالة الثانية ووردت في الدورات إذا كان في المقام حدين أحدهما جذر يعني ماذا نعني بهذا الكلام أو ما هي خطوة الحالة ماذا أقوم؟ أقوم نضرب البسط والمقام بمرافق المقام إذا كان لديه في المقام جذر وحيد أضرب به بهذا الجذر أما إذا كان لديه جذر أحدهما جذر أضرب بالمرافق ما معنى المرافق؟ تستطيع العودة إلى الوحدة السابقة أو التي قبلها الوحدة الثانية ناقشت هذا الموضوع بشكل مفصل جدا وميزت بين المرافق ونظير الجمعي النظير الجمعي لحد هو تغيير كل إشارات لحدوة أما بالنسبة للمرافق المرافق حصرا يكون لديه حدين فأقوم بتغيير إشارة الحد الذي في المنتصف يعني إشارة المنتصف الحد الثاني يعني أقوم بتغيير إشارة الحد الثاني الحد الثاني إشارة الثقافية المنتصف فأقوم بتغيير إشارة المنتصف فمعناة المرافق تغيير إشارة المنتصف طيب إذا كان لديه السؤال نفسه هذا إثنان على جذر الثلاث ولكن بدل إثنان على جذر الثلاث زائد واحد هنا إذا ضربت البص المقام بجذر الثلاث لا أستفيد يبقى لدي الجذر حاول أن أستفيد طيب كيف أقوم بالحال أضرب البص المقام بالمرافق ما هو المرافق أكتب بداية الخط كسر البص اثنان والمقام هو جذر الثلاث زائد واحد طيب أضرب البص المقام بالمرافق المرافق هو جذر الثلاث ناقص واحد قمت بتغيير فقط إشارة الذي في المنتصف وهنا في البص ضربنا المقام بجذر الثلاث ناقص واحد حتما سأضرب البصد بجذرة 3 ناقص 1 وتساوي 2 ضرب جذرة 3 ناقص 1 هي 2 جذرة 3 ناقص 2 وزعت الاثنان على الحدود هذا عبارة عن ماذا لذا قوسين أحدهما يحوي المجموع والثاني يحوي الفرق إذن أخذنا A زاد B لأتربية تساوي A مربع زاد B مربع زاد 2 A في B وإذا كانت A ناقص B لأتربية تساوي A مربع زاد B مربع ناقص 2A في B وإذا كان لدي A مربع ناقص B مربع ماذا تساوي تساوي A زاد B بA ناقص B إذا كان لدي جذاء مقدارين أو جذاء قوسين أحدهما يحوي المجموع والثاني يحوي الفرق نحن في المطابقة الثالثة طرف الثاني أكتبو طرف الأول وهو عبارة المربع الأول ناقص مربع الثاني إذن نضع خط الكسر بشكل صحيح مربع الأول ناقص مربع الثاني من هو الأول؟ جذر الثلاث جذر الثلاث جذر الثلاث واحد جذر الثلاث واحد فالأول هو جذر الثلاث والثاني هو واحد وتساغي اثنان جذر الثلاث ناقص اثنان مقسم على ثلاث التربيع جذر الثلاث التربيع التربيع يذهب الجذر ثلاث ناقص واحد التربيع واحد ثلاث ناقص واحد اثنان بهذا الشكل لو أستطيع أن أقسم البصط المقام على إثنان فيصبح لدي جذرة ثلاث ناقص واحد الناتج جذرة ثلاث ناقص واحد بعد أن أخرج إثنان عام مشترك من البصط وأختصر إثنان في البصط مع إثنان في المقام إذن هنا ميز حالتين في إزالة الجذر من المقام كيف أزيل الجذر من المقام ولاحظ لدي حالتين الأولى والثانية وهنا لا ننسى المطابقات التربعية الشهيرة نظرا لأهميتها لا ننساها لأنها مهمة جدا في هذا العام وفي العوام القادمة بالنسبة لمالة الرياضيات ننتقل إلى التطبيقات التطبيقات هي أزل الجذر من المقام إثنان على جذر الخمسة ناقص واحد إذن السؤال أزل الجذر من المقام شكل الجذر يعني غير مستحب في المقام لذلك علي أن أخرج أو أتخلص من هذا الجذر إثنان على جذر الخمسة ناقص واحد إثنان على جذر الخمسة ناقص واحد هذه الحالة الأولى من الحالة الثانية الحالة الأولى بسيطة إذا كان يدى جذر في المقام أما الحالة الثانية إذا كان يدى حدين أحدهم أجذر بكل بساطة أحبتي نضرب البسط والمقام بالمرافق هنا نضع جذر الخمسة ناقص واحد نضع هذا من قص أضرب البسط والمقام بالمرافق سوف أميزه بلون آخر حتى تتضح له مراكثة جذر الخمسة المرافق هو تغيير الشارع للحد الثاني تغيير الشارع في المنتصف زائد واحد مقسم على جذر الخمسة زائد واحد ضربت البسط والمقام بنفس العزل حتى لا تغير إشارة لا تغير قيمة الكسر أو قيمة الحد الماضة إثنان ضرب هذا المقدار إثنان ضرب جذر الخمسة إثنان جذر الخمسة زائد إثنان ضرب واحد إثنان لا أنسى خط الكسر جذاء مقدارين جذاء قوسين أحدهم يحوى المجموع والآخر يحوى الفرق أنا أمام المطابقة التربيعية الثالثة جذاء قوسين الأول يحوى المجموع الثاني يحوى الفرق مربع الأول ناقص مربع الثاني مربع الأول ناقص مربع الثاني واتساوي 2 جذر الخمسة زاد 2 مقسم على الأول هو جذر الخمسة جذر الخمسة واحد جذر الخمسة واحد إذن جذر الخمسة واحد جذر الخمسة للتربيع التربيعي ذهي بالجذر خمسة ناقص واحد للتربيع واحد خمسة ناقص واحد أو ربعة خمسة ناقص واحد أربعة وأستطيع أن أخرج الاثنان عام المشترك من البص اخرجنا الاثنان عام المشترك من البص جذر الخمسة زاد واحد مقسم على الأربعة إذا حللتها إلى جذع أو منها الأولية عبارة عن إثنان قوة إثنان أو إثنان ضرب إثنان إثنان في البصمة إثنان في المقام يبقى لدي جذر الخامسة زائد واحد مقسمة على إثنان هذا الشكل أجمل أبسط ليس فيه جذر في المقام ننتقل إلى تطبيقات إنشر كل مما يلي طبعا تطبيقات هنا تطبيق على إزالة الجذر في المقام وناقشت الحالتين إذا كان المقام بسيط عبارة عن جذر فقط وإذا كان المقام فيه حدين أحدهما جذر يقوم بأنضرب المرافق وما يسبب المرافق والنظير الجمعي يعني مثلا إذا كان لدي سبعة ناقص جذر الثلاث ما هو المرافق وما هو النظير الجمعي ما هو المرافق وما هو النظير الجمعي بالنسبة للمرافق تقول لتغيير إشارة في المنتصف سبعة ما العلاقة فيها ناقص تصبح زائد جذر الثلاث هذا يسمى مرافق أما النظير الجمعي تأتي إلى سبعة إشارتها موجب تصبح سالب سبعة وهذه سالب تصبح موجب جذر الثلاث هذا اللي يميز بين المرافق والنظير الجمعي إذن ملاحظة مهمة جدا بالنسبة للتمييز بين المرافق والنظير الجمعي السؤال هنا تطبيقات انشر كل مما يلي إذن انشر كل مما يلي السؤال الأول أحبتي هو عبارة عن السؤال الأول هو إثنان اي ناقص بي للتربيح إثنان اي إثنان اي ناقص بي للتربيح يلا إثنان اي ناقص بي للتربيح ما هي هذه المطابقة؟ هل هي مربع المجموع أم مربع الفرق أم فرق مربعي حدي تقول لي أن هذه المطابقة عبارة عن مربع الفرق ما فك هذه المطابقة؟ فك هذه المطابقة عبارة عن مربع الأول زائد مربع الثاني زائد لناقص هنا ناقص نضع ناقص ناقص ضعفين الأول في الثاني من هو الأول ومن هو الثاني 2A B 2A B 2A B الخطوة التي تتليها 2A للتربية 2 للتربية 4 A للتربية A مربع Z B للتربية هي B مربع ناقص نضرب القسم العددي مع المعامل العددي الأمثال مع الأمثال 2 ضرب 2 4 ضرب A 4 ضرب B B 4A B هذا بالنسبة إلى السؤال الأول ننتقل إلى التطبيق الثاني وهو نصف X ناقص 2Y للتربية إذن نصف X ناقص 2Y للتربية نصف X ناقص 2Y للتربية هذه المطابقة عبارة عن مربع الفرق مربع الفرق ماذا أكتب بطرف الثاني مربع الأول زاد مربع الثاني ناقص ضعيفي الأول في الثاني من هو الأول من هو الثاني؟ الأول هو لقبل شرط الناقص نصف X والثاني 2Y إذن مربع الأول نصف X زاد مربع الثاني 2Y ضعيفي الأول هو نصف X الثاني هو 2Y الخطوة التي تليها نضرب الأمثال في الأمثال إثنان ضرب واحد إثنان تقسيم إثنان واحد واحد ضرب إثنان 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 X BY بهذا الشكل نكون قد نشرع هنا الحد الوحيد صار ثلاث حدود الحد الواحد صار عبارة عن ثلاث حدود السؤال الذي يليه عبارة عن إثنان A إثنان B إثنان B مضروبة في B زاد واحد للتربيع يا السلام هنا في حركة ضمن هذا السؤال طبعا بسيطة جدا واتساوي نمشي خطوة خطوة حتى لا نضيع إثنان B إثنان B مضروبة ب A ب B زاد واحد للتربيع B زاد واحد للتربيع يبارة عن مطابقة هذه مطابقة نضع قوس لهذا الشكل حتى أميزه عن حدود القوس الثاني هذه المطابقة عبارة عن مربع المجموعة مربع المجموعة مربع الأول زاد مربع الثاني زاد ضعفين الأول في الثاني مربع الأول زاد مربع الثاني زاد ضعفين الأول في الثاني من هو الأول تقول لي B من هو الثاني A إثن B واحد B واحد B واحد واتساوي اثنان B مضروبة B B للتربيع هي B مربع زاد واحد للتربيع واحد 2 ضرب 1 2 ضرب B 2B الخطوة التي تحتلها هي إدخال 2B إلى القوس بهذا الشكل لدينا 1 واحد لا نقول أننا نشرنا هنا هنا 1 واحد وهنا 1 واحد لحد الأن ما نشرنا النشر من خلال توزيع 2 ضرب 1 2 B ضرب B B للتكعب Z هنا 2B ضرب 1 2B موجب بي موجب موجب 2B ضرب 2B 2 ضرب 2 4 B ضرب B بي مربع بهذا الشكل أصبحت لثلاث حدود ونقول أننا نشرنا أو كثرنا من عدد الحدود السؤال الذي يليه هو عبارة عن X زاد 2 للتربيع إذن السؤال الذي يليه X زاد 2 للتربيع زاد X ناقص 1 X ناقص 2 X ناقص 2 لا يوجد تربيع إذن لا يوجد تربيع طيب بسيطة جدا هنا لديه حدين هذا يسمى 1 أول زاد 1 ثاني قاوة زاد قاوس مجرد أن اللفظ إشارة زاد وأصبح لديك حدين مربع المجموعة مربع المجموعة مطابقة تربية شهيرة وهي مربع المجموعة فك هذه المطابقة مربع الأول زاد مربع الثاني زاد ضعفة الأول في الثاني انتهيت من فك هذه المطابقة بعدها لديه إشارة زاد بعدها لدينا X ناقص 2 الخطوة التي تتليها مربع الأول هو X والثاني 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 الخطوة التي تتليها تجميع المتشابهات X مربع لا يوجد مثيل لها لا يوجد شبيه لها X مربع X 4 X X Xад 4 X X X ربحنا 4 كتب ربحنا كتاب ربحنا خمس كتب إذن ربحنا خمسة X Z4 ناقص 2 x2 بهذا الشكل أصبح لديه ثلاث حدود إذن قمنا بتكثير الحدود كان لديه حد ребين أصبح لديه ثلاث حدود X ناقص 4 X ناقص 4 بأربعة زائد يا السلام على هذا السؤال يشبه المطابقة الثالثة جداء قوسي ولكن يعني فيه اختلاف بسيط طيب اكس ناقص أربعة تركها اكس ناقص أربعة وهنا القوس الثاني أربعة اكس فلا سترقوا الأول اكس الثاني أربعة اكس أربعة لازم يكون اكس أربعة فأقوم بتبديل حدود القوس الثاني فيصبح لهذه اكس ناقص أربعة بأكس زائد أربعة ما غيرت قيمة ولا أضفت شيء مجرد جمع عملية تبديلية بدلت بين الأكس والأربعة حتى يصبح لدي جداء قوسي الأول يحب المجموع والثاني يحوي الفرق الأول جداء قوسي الأول يحب المجموع والثاني يحوي الفرق عبارة عن مربع الأول ناقص مربع الثاني من هو الأول تقول لي اكس من هو الثاني أربعة وتسار اكس للتربية عبارة عن اكس مربع ناقص أربعة للتربية هي أربعة ضرب أربعة يعني ستة عشر بهذا الشكل هذا الحد أصبح عبارة عن حدين مع السؤال الأخير السؤال الأخير وهو عبارة عن السؤال الأخير عبارة عن ناقص ناقص ثلاثة واي ناقص خمسة مضروب بي ناقص ثلاثة واي زائد خمسة بسيط جدا هنا الحدود مرتبة أنا لدي عندي أجزاء قوسين الأول يحوي المجموع والثاني يحوي الفرق ناقص ثلاثة واي الأول ناقص ثلاثة واي الأول وخمسة الثاني وخمسة الثاني بكل بساطة مربع الأول ناقص مربع الثاني من هو الأول؟ تقولي ناقص ثلاثة واي من هو الثاني؟ الثاني هو خمسة وتسابق ناقص ثلاثة واي للتربية سالة للتربية يعني سالة ضرب سالة موجب ثلاثة تربية يعني سالة ضرب ثلاثة تسعة واي للتربية يعني واي مربع ناقص خمسة للتربية يوجد جذر الثلاث بإزالة الكثير من المقام يجب ان يطلب عددgenommenindenونили الأولاها المقام بسيط و Lords 100 مجرد مجرد و انت لديها فكرة نعمحة بد أضرب البسط بالمقام بالمرافق قاتلا خط كسر جذر الثلاث جذر الثلاث زائد جذر الثلاث طيب أقوم بضرب البصوة المقام بالمرافق نطيل خط الكسر وأضرب البصوة المقام المرافق تغيير إشارة في المنتصف جذر الثلاث ناقص جذر الثلاث وهنا جذر الثلاث نضرب بجذر الثلاث ناقص جذر الثلاث ماذا عملت؟ ضربت البصوة المقام بالمرافق طيب وأتساوي جذر الثلاث طبعا خط كسر جذر الثلاث ضرب جذر الثلاث جذر الثلاث للتربيع تربيع مع الجذر الثلاث ناقص جذر الثلاث ضرب جذر الثلاث عبارة عن جذر الثلاثة ننتقل إلى المقام المقام عبارة عن جذاء قوسين قوس حي المجموح وقوس حي الفرق بكل بساطة تقول لي مربع الأول ناقص مربع الثاني من هو الأول؟ الأول جذر الثلاث جذر الثلاث اثنان جذر الثلاث اثنان الأول جذر الثلاث والثاني جذر الثلاث وتساوي البص على وضعه ثلاث ناقص جذر الستة جذر ثلاث التربيع التربيعيه بالجذر يبقى لديه ثلاث وهنا التربيعيه بالجذر يبقى لديه اثنان ثلاث ناقص اثنان واحد والناتج ثلاث ناقص جذر الستة مقسم على واحد اذا ثلاث ناقص جذر الستة مقسم على واحد بهذا الشكل نكون قد ازلنا الجذر من المقام احبتي بالنسبة ازالة الجذر من المقام لدي حالتين الحالة الأولى إذا كان لدي المقام عبارة عن جذر واحد فقط أقوم بضرب بهذا الجذر أما إذا كان لدي المقام عبارة عن حدين أحدهما جذر والثاني عدد أو الحدين عبارة عن جذور أضرب بالمرافق حتى أستفيد من المطابقة التربيعية الثالثة وهي مربع الأول ناقص مربع الثاني أو فرق مربع حدين يساوي لجذار قوس المجموع وقوس الفرق عندما أضرب بالمرافق أقوم بتحويل المقام إلى هذا الطرف وأكتب الطرف الثاني عبارة عن مربع الأول ناقص مربع الثاني فإذا كان الأول أو الثاني لهم جذر فالتربيع يذهب بالجذر إذا تعرفنا في هذا اللقاء أحبتي على ماذا؟ على المطابقات التربيعية الشهيرة لاستنتاج المطابقات التربيعية الشهيرة وكتابتها وحفظها لفظية مربع المجموع مربع الأوزة المربع الثاني زع في الأول في الثاني مربع الفرق مربع الأوزة المربع الثاني ناقص زع في الأول في الثاني فرق مربعي حدين يساوي الأجذاء قوسين قوسي حي المجموع وقوسي حي الفرق وأيضا تعرفنا على إزالة الجذر من المقام وميزنا حالتين المقام عبارة عن جذر نضرب بنفس هذا الجذر المقام عبارة عن حدين أحدهما جذر أو كلهما جذر نضرب بالمرافق وميزنا بين المرافق والنظير الجمعي من خلال النظير الجمعي تغيير إشارات كل الحدود أما المرافق عبارة عن تغيير إشارة الحد الثاني أو تغيير إشارة المنتصف نرجو من الله أن نكون قد بسطنا لكم قدر الإمكان هذه الأفكار المهمة من الطابقات تربيعية وإزالة الجذر من المقام بهذا الشكل أحبتي نكون قد نهينا الفصل الأول بشكل كامل من هذه الوحدة يعني نهينا ثلثة هذه الوحدة المهمة في الدرس القادم واللقاء القادم بإذن الله تعالى وعونه سوف نتعرف على الفصل الثاني أربع طرق حتى نقوم بالتحليل إذا سؤالي أجي تحليلي أما يجي نشر في الامتحان فسوف نتكلم في الفصل القادم في اللقاء القادم في الفصل الثاني تحليل كثيرات الحدود عن أربع طرق لتحليل كثيرات الحدود لا تنسونا من دعائكم في هذه الأيام الفضيلة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد علقوه حتى يعني دائما نطور ونطور ونقدم لكم الأفضل بإذن الله تعالى إلى اللقاء القادم نستدعكم الله الذي لا تضيع وداعه بأمان الله شكرا